اشتركوا في القناة لكل الإخوان والأخوات الذين يعانون زوجاتهم من هذه الأسحار وكل الأخوات التي تعانين من هذا السحر تعطي الإنجاب أو سحر إسقاط الأجنة فوق كل أرض وتحت كل سماء أقول لكم إخواني أخواتي فإن هذا السحر وسحر أسود يستخدمونه لإسقاط الأجنة وتمريضهم أو يزدادون يعني يولد الطفل مشوها أو على الأقل يسقطونه أو يقتلونه أو لا يخلقوا أبدا أو لتعطي الإنجاب أو تمريض الأرحام والنبيض أو سحر النزيف لأن أي امرأة فيها سحر نزيف فلن يعني يقوم حمل فأي امرأة عند سحر تمريض في الأرحام والنبيض لن يقوم لها حمل وأي امرأة عندها سحر إسقاط الأجنة فإنه سيسقط إلا أن إن شاء الله عز وجل تبارك وتعالى أو عليكم إخواني أخواتي أن أول نجاحكم يبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من صلاة الفجر يعني أول نجاحكم من صلاة الفجر أيها المعادي يا من تعانون من الأسحار ومن العين والحسد ركزوا إخواني أخواتي وخصوصا من يعاني من هذا السحر الأسود سحر تعطي الإنجاب وإسقاط الأجنة بعض النساء قد لا تكون لا تصلي بسبب هذا السحر لأنه تخدمه الشياطين والمرد أو العفاريت فيسببون لها عذابا أو يسقطونها أرضا عندما تريد أن تصلي أو يسببون لها النزيف في وقت الصلاة أولا عليكم أن تعرفوا أخواتي أن الدورة الشهرية أو الحيض له وقته ولونه ورائحته أي مرأة إذا كانت الدورة الشهرية تأتيها في سبعة أيام ولون الحيض رأه ومعروف ورائحته معروفة كما قال العلماء لونه ورائحته وشكله فإذا أنتم تعرفون شكله ولونه ورائحته وانقضى السبعة أيام وبعد ذلك تأتيكم الدماء فقد سمه العلماء الاستحاذ أو النزيف فلا تلقي له بالا فلا بأس إن شاء الله أثناء عندما يأتي هذا النزيف الذي تعتقدين فيه أنه نزيف ليس حيضا بإذن الله تبارك وتعالى أن تستنجأ فقط لكل صلاة أن تتوضئه وتقوم بالاستنجاء لكل صلاة فلا بأس بإذن الله أن تضع النساء خرقة على العورات والله المستعان فإذا شعرت بأن هناك نقطة من دم سقطت في تلك الخرقة وهي تصلي فلا تقطع الصلاة ولا تلقي لها بالا لأنها خرجت عن سيطرتها والله المستعان لأن الشيطان قد تسبب لها النزيف وتخرج هذه النقط من الرحم لكي تقطع الصلاة وقد تشعر بها المرأة وهي في الصلاة فلا تقطع الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى لأنك أعذرت إلى ربك وليس كلمي هذا وإنما هو كلام العلماء بإذن الله تبارك وتعالى وعليك بإذن الله تبارك وتعالى أن تتوضأ في كل صلاة وتقوم بالاستنجاء في كل صلاة بإذن الله تبارك وتعالى وتنسي أمر الحيض إلا سبعة أيام أو تسعة أيام أنت ستقدرين الوقت الذي كان يأتيك فيه الحيض هل سبعة أيام أو عشرة أيام أو ثمانة أيام عندما تنتهي هذه الأيام فعليك أن تصل لأن بعض الأحيان يكون الاستحاضة أو سحر نزيف يسبب هذه الأشياء والله المستعان فقد تقطعين الصلاة لمدة عشرين يوما أو خمسة عشر يوما وتنسينا أمر الصلاة بارك الله فيك وهذا ما تريده الشياطين لتبقي عن الغفلة لمدة طويلة ويبقى الجن في الجسد لأن وقت الدورة الشهرية تقوّل جن في الجسد فعليك في هذا الوقت أن تجتهدي بإذن الله تبارك وتعالى أن تقرأي القرآن ولو في مصحف الهاتف فإذا كنت أمي لا تعرفين القراءة فعليك أن تحوق لي ألف مرة واستغفر ألف مرة وصلت على ألف مرة وحسب الله نعملك ألف مرة لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين ألف مرة تكثير من الذكر بإذن الله تقرأ آية الكرسي المائة مرة أو مائتين أو تلاتمائة تكثرين من الذكر والقرآن كي لا يتقوّن عليك أثناء الدورة ويسببون لك كثير من الأشياء فلا بأس إذا كانت عندك بإذن الله تبارك وتعالى هذه الآلاف الرحيم أن تقرأي صورة الفلق بإذن الله تبارك وتعالى ألف مرة يوميا تقسمينها على اليوم معدي مشكلة وعندما تقرأينا صورة الفلق بإذن الله ألف مرة فلا بأس أن تكرر ومن شرين الفاتة في العقد ومن شرحة دين دا حسد لماذا بالضبط تكررين ومن شرين الفاتة في العقد ومن شرحة دين دا حسد سأعطيكم برنامج أيتها الأخوات بإذن الله تبارك وتعالى لتدمير هذه الشيطين التي تسكن في أرحمكم وفي المبايد وتسقط الإنجاب إن شاء الله الخطوة الأولى عندكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج القوي المبارك عندكم فيه بإذن الله تبارك وتعالى شهر في عشرة أيام الأولى ستقرؤون صورة الفلق ألف مرة يوميا وقسم على اليوم كاملا ستقرؤون فيه بإذن الله تبارك وتعالى صورة الفلق ألف مرة في كل مرة تقرؤون صورة الفلق تكررون ومن شرين الفاتة في العقد ومن شر حسد إذا حسد مرة أو ثلاثة ثم تكملون حتى تكمل ألف لماذا بالضبط؟ لأن هذا السحر في أغلب الأحيان فعلونه حسدا على الأولاد حسدا لأنك تزوجت قبلهم حسدا كي لا تفرح زوجك لأن إذا كان عندك أولاد مع هذا الزوج فقد تكون علاقتكم قوية أما إذا حرمت من الأولاد مع هذا الزوج فقد يطلقك أو قد يهملك أو قد يتزوج عليك إلى غير ذلك الأمور وهذا ما تريده الحاسدات الظالمات المجرمات الذين يحسدنك على ما أعطاك الله تبارك وتعالى في هذا الزوج الصالح وفي هذا البيت المبارك لذلك في العشرة الأيام الثانية بإذن الله تبارك وتعالى سوف أرسل لكم رقية إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في أسفل الفيديو في صندوق الوصف أول تعليق في المنتدى رقية لسحر الأرحام سحر الأرحام سواء سحر نزيف تمريض الأرحام إسقاط الأجنة تعطيل الإنجاب تمريض بإذن الله تبارك وتعالى الرقية المباركة خاصة بالنساء سوف تضعونها بإذن الله تبارك وتعالى الرقي سوف أضعوها لكم بإن الله تبارك وتعالى في أسفل الفيديو سوف تقرؤون هذه الرقي بإن الله تبارك وتعالى عندما تقومون بالوضوء وستقرؤونها دائما حتى في أيام الدور الشهرية ستقرؤونها مرة في اليوم أو ثلاثة أو حتى أربعة مرات في اليوم ولا بأس في أيام الغصل بإن الله تبارك وتعالى أن تقرؤوها عندما تتوضأون وتصلون قيام الليل في جوف الليل بإن الله تصلون قيام الليل 11 ركعة ثم بإن الله تقرؤون ما شئتوا فيه من القرآن وعندما تنتهوا من قيام الليل تعيدون هذه الرقية المباركة قبل وبعد قيام الليل ثم تنامون بإن الله تبارك وتعالى فمن لم تستطع القيام من الليل بإن الله تبارك وتعالى من الأخوات فلا بأس إن شاء الله أن تقوم الليل في أوله يعني بعد العشاء قبل أن تنام تقوم أن تصلي أحدى عشر ركعة لأن قيام الليل فيه أوله ووسطه وآخر الليل إذا كنت تخافين أن لا تستيقظ لقيام الليل وقد تستيقظ أن صالة الفجر فلا تضيع صالة الفجر تقرأين بإن الله تبارك وتعالى هذه الرقية ثم تصلي أحدى عشر ركعة بعد العشاء ثم بإن الله تبارك وتعالى تقرأين الرقية بعد قيام الليل بإن الله في أول الليل عندما تكمل من الرقية تنام بإن الله تبارك وتعالى سوف تشعرين بأن العقد كثيرة بطلت بإن الله تبارك وتعالى لذلك أختف الله عندما تنتهين بإن الله تبارك وتعالى من هذه الرقية المباركة التي ستقرأينها بإذن الله تبارك وتعالى عشرة أيام كذلك سوف في البرنامج التالت في عشرة أيام الأخيرة سوف تقرأين بإذن الله تبارك وتعالى ما سأقوله لك وهو أن تقول بإذن الله تبارك وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله عشرة ألاف مرة لا تقول لا أستطيع لا تقول لا أستطيع سوف تقولين لا حول ولا قوة إلا بالله عشرة ألاف مرة ستأخذ لك من الوقت أربعة ساعات أو خمسة ساعات مقسمة على اليوم وعندما تنتهين منها فلبسا تقرأ رقية مرة واحدة هذه رقية الأرحم مرة واحدة حتى تذهب الآلام التي عندك وتذهب السحر ويذهب كل شيء بيد الله لماذا أقول لكم بعض الأخوات تشتكي تقول أعطينا برنامجا سهلا نحن ولا نستطيع على أن نقرأ كل هذه الآيات وماذا سأفعل لكم أخواتي إذا كنتم تعانون من أصحار قوية أصحار سوداء أصحار تعطلكم الإنجاب كلما بقيت سنة في جسدكم كلما تقوت كلما صعصت على العلاج والخروج لذلك فأعلموا أن هؤلاء الشيطين يستمدوا قوتهم من السحر فإذا لم تدمروا هذا السحر بلا حول ورقة إلا بلا وبتوكلكم على الله بماذا ستعالجون بيد الله تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من العقد وهذا الكم الهائل من السحر في أجسادكم في أرحمكم هل بالاستعانة بالراقي أو بالشكة وعلى الناس لابد أن تقرأوا ما قلته لكم بيد الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة